نحن نتكلم عن التجارب الوطنية والدولية التي تم استعرضها في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة وكذلك قلت أن هناك نجاحات في دول حقاية التجاحات فغيرت أولويات أهداف التنمية يعني كانوا شغالين على هدف حقاية نجاح فيه فغيرت الأولوية لهدف آخر فغيرت حضرتك تكلمين عن هذا والله من الجلسات التي يمكن أن أشير لها كانت جلسة مهمة عملتها دكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهي طبعا مصر كانت ممثلة في وزارة التخطيط كانت هي الشريك الرئيسي مع الجامعة في تنظيم فعليات هذا الأسبوع كان فيه جلسة تتعلق بمهارات الشباب الجديدة في موضوعات التنمية المستدامة فكان فيه استعراض لعدد من المبادرات الشبابية اللي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة كان فيه استعراض لمبادرات من الأردن من تونس من مصر مبادرات مختلفة الحقيقة وكانت الجلسة دي كانت جلسة نجحة جدا والحقيقة ساعتها دكتورة هالة سعيد كانت اقترحت أن يكون فيه منصة بتستقبل كل هذه المبادرات علشان تكون متاحة للجميع بحيث أن احنا نقدر أن يكون فيه نوع من التعاون أكتر مع الشباب اللي عاملين هذه المبادرة أو بين الشباب والحكومات اللي ممكن يستفيدوا من هذه المبادرة وده الحقيقة بيتم بالفعل حاليا كان فيه برضو جلسة مهمة جدا تتعلق بالوظائف الجديدة والفرص الجديدة بتاعت المستقبل دي برضو كانت فيها وزير الشباب المصري وكان فيها دكتورة راشر راغب يعني بتتكلم على إيه الجديد على مستوى الفرص بعد بالذات خصوصا يعني في دوق أن التكنولوجيا بقتها السيدة فطبعا فيه اختلاف كتير حصل يعني كان فيه الحقيقة برضو عدد من الجلسات ومواقد الحوار تتعلق بالتغيرات المناخية خصوصا أن مصر طبعا بتستضيف الكاب 27 وبعدها الإمارات هتكون بتستضيف 28 ففيه دولتين عربيتين بيستضيفوا هذا الحدث الكبير وطبعا موضوع التغير المناخي بقى من الأهم الموضوعات تلوقتي المطروحة على الساحة اتكلمنا على الأمن المناخي فكرة الأمن المناخي وتأثيره في الأمن البشري يعني دي شايفين أنها أولويات متقدمة في المرحلة دي يعني إلى جانب طبعا الموضوعات المتعلقة بالتمويل أهداف التنمية المستدامة طبعا من أهم الأولويات أيضا كان فيه جلسة تتعلق بإحنا عملنا تقرير اللي هو علاقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول اللي بتعاني من نزعات كان فيه 8 دول عربية هي المحل الدراسة في هذا التقرير اللي حصل جلسة كبيرة على الموضوع ده بمشاركة الدول وإزاي إن إحنا مخرجات التقرير ده ما يكونش تقرير ويروح في الدرجة يعني إن مخرجات التقرير إزاي تم تنفيذها على الأرض فعلا فده كان برضو من الجلسات المهمة ومن الأولويات بالنسبة للمنطقة العربية يعني حاليا ترجمة نانسي قنقر